نحن الآن نتوجد بقرب من هذه الصومعة لها إسمان للا بيت الله وصومعة أكدير مغار فللا بيت الله كما يطلق عليها أهل الدوار إذن هذه الصومعة بالنسبة لبناء التراز المعماري هذه الصومعة شبيه الصومعة حسان بالربط يعني غياب الكتابة التاريخية أو ما يسمى دلائل تاريخية فالإسقاط على أن هذه البناء شبيهة من ناحية التراز المعماري شبيهة بحسان الربطية بالنسبة لبناء هذه الصومعة وحسان الربطية تبناء في فطرة وحيدة أي نفس الفطرة القارن 12 من الفطرة الموحدية حكم الموحدين بالمغرب وهذه الصومعة كتواجد على 60 كم على بعد قليم تطال عمل كتواجد بجماعة سيدة بلوبنبرك وقيادة سيدة بلوبنبرك وبالنسبة لهذه الصومعة تتمركز بقرب واحد الناخيل ومنطقة أموند كما هو معلومة الجنوب الشرقي دزت فيها حضارات الحضارة مثلا السعديين وكذلك مجموعة من الحضارات فتركت الآطر ديالها وما كانش غير هذا المعلمة التاريخية كان المعلمة التاريخية الصومعة الرحالة احتاجينها تبنت في نفس الفطرة فاش تبنت هذه الصومعة وكذلك كان الجسر أقديروزرو واحد ثلاثة كيلومتر جنوبا وكان مجموعة من المآتير التاريخية كذلك في هذه المنطقة لأن هذه المنطقة تزخر بمآتير تاريخية عديدة مهمة الصومعة الترميم ديالها في 2012 مفلول ما كانت شاكدة كانت كما هي يعني نص ديالها طح وسنة 2012 بالضبط داروا لها الترميم وأصبحت على هاته الشكيلة المهم احنا القناها راه نص ديالها طح كما احنا القناها حتف الصور قبل ما ترمم راه نص ديالها طح كما هكذا نيت نصفها كما تقولها نصفها ذهب يعني نص ديالها المهمة ما بقاش تلاح كما القناها احنا هكذاك وسنة 2012 ترممات وولت هاته الشكيلة هدو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر